اهلا بكم. اتمنى اكونوا بخير. النهار ده معنا فتح علبة سريع لشنطة كاميرا صنعة في مصر. الشنطة دي مكتوب عليها فوتو برو. ودي سعرها حوالي تمنمية لتسومية جنيه حاليا. اه طبعا انا اللي خلنا اعمل لها فتح علبة لاني لاحظت ان الشنطة دي عليها تيكت ان هي صنعة في مصر. فانا حبيت عمل لها فتح علبة يمكن حد يشتريها. المهم دي الشنطة. شنطة الظهر طبعا اه بزرعين. نشوفها من الامام ومن الخلف وفي كل حاجة. ونشوف الخامات بتاعتها. هنا ده طبعا لحمل الترايبود او حامل الاضاءة. الخامات مش على حاجة لكن مش بطالة. نشوف السوست بتاعتها. في سوستة هنا مبطنة. وداخلها برضو في شبكة. وهنا دي مبطنة برضو. ده يجيب. هنشوف من الخلف. ده للابتوب. وممكن تستعمله ديك. مبطن برضو. يعني هو مش عارف بس مساحة اللاب كام. غالبا خمستاشر وستة من عشرة. اليدين بتاعتها. اليدين هنا مبطنة. عشان العرق. مريحة. من الخلف هنا برضو. هنا في مجرى عشان ضهرك ما يعركش يكون فيه فواصل وارتفاعات عشان الهوى يدخل لضهرك. مدل ما ضهرك كله بجميع. وتدخل في مكان مكيف تاعية. ده حزام للخصر. في حيث زيادة الامان. الشنطة متتخلعش متوجعش من الورجازة. ده محد يشدها ويجري. وكزا. وهنا فيه ايد. نجفل السوستة. طبعا الخامات مش اعلى حاجة لان دي من تمنمية لتسعمية. حاليا الشنطة الظهر النضيفة. آآ وصلت من الفين وتمنمية لتلاتاتلاف متين وخمسين. فدي اعتبر اقل من النصف. فبرضو نازم نركز في الاسعار حاليا. حاليا في وقت عمل الفيديو. ده ده يجيب. مفروض ان هو على الداخل لو حاطت الكاميرا اموزع الجيوب من الداخل. بطريقة معينة. نفتح كده. هنا دي في السوستة. بحيس برضو ممكن تضع الكاميرا. هنا كاميرا اضافية. طلحها من هنا على طول. وهنا برضو فيه آآ يوب شبكية ممكن تضع فيها كارت موري بطاريات وهكذا. السوستة مش هاسسها اعلى جودة. بصراحة يعني. آآ التانية دي مش عاربة غريبة يا مفروض ان انا ما تنقاش كده هي بتطلع كده ادوب بسيط. بحيس انها ترجع تلقائي كأنها مكفولة عشان حيات ما ترجعش. بس انا انا يعني ضغطت عليها وفتحتها كده بحيس ان اتباعا واضحة. هنا هنجد آآ الجزء ده هنا فيه شبكي بسوستة. وآآ مكتوب عليها مدن ايجيبت. آآ هنشوف الاماكن من الداخل. طبعا ده المكان اللي ممكن تضع فيه عدسة يعني تضع فيه بضي او جسم كاميرا اخر تضع هنا كده وتفتح من فوق. او ممكن تضع جسم كاميرا هنا وتوزحها وتفتح من السسل في الجنب. بحيس يكون مكان سريع. هنا طبعا انا مسلا كنت احادث كاميرتي اللي بصور فيها هنا. ده فلاش ده فلاش ممكن تضع مكان وعدسات. هنا ده فيه مكان تاني. وممكن اليوب دي توزحها لحسب من تعيد. دي عدسة خمسين ملي اللي هو خمسين ملي يعني. آآ ده فلاش ده فلاش وهنا الكاميرا. ممكن تحط كاميرا هنا. ممكن تحط تحط فلاش واحد وهنا عدسة اضافية. يعني مسلا كاميرا هنا. كاميرا هنا. وفلاش وعدسة وعدسة. ممكن تحط لو عدسات في عدسات بطبقى بالطول يعني لو وزعت ده مسلا حطيت هنا هتلاقي في عدسات بالطول يعني الارتفاع مش بطال. ممكن تحط عدس تاني يعني. اه كده فهم جزدي. الخامات برضو مش بطالة. يعني الخامات هنا حلوة مبطنة قوية. هنا برضو الديوب دي او الحواجز فيها من اسفل يعني حاجة تخليها تلسك. مش مجرد بس من الجناب. لا من اسفل كمان. بحيث لضمان السبات. اه طبعا هنا تقدر تحط اه كاميرا اضافية. فانت ممكن معك كاميرا اتنين كاميرتين. وعدسة اتنين تلاتة اربعة او اي اكسسوارات معك. وهكزا يعني هي شنطة لطيفة بالنسبة لسعرها. انا طبعا معي شنطة اخرى من شركة امازون. اه جيبها من زمان. فانا يعني قررت ان استخدم الشنطة دي كشنطة بديلة للشنطة بتاعتي بحيث ابدل ما بين الاتنين بدل ما شنطة تترهق لاني بروح بها كل الاماكن. فدي اعتبر اصغر منها في الحجم. طبعا الشنطة السابقة اتجدها في اليوتيوب عملتها من من تلاتة اربع سنين. انا قلت اجيب الشنطة الرخيصة دي. ابدل بيها مع التانية. وانا كمان امش معاي معدات اه يعني تجيلة للدرجة. اه دي مناسبة جدا لسعرها. شنطة الظهر اه حوالي يعني في الفئة السعرية دي اللي هي اقل من الف جنيه. المهم ده يعني استعراض منتج سريع. اه الشنطة دي برضو اه متوفرة في الاستور لو حد حابب يطلبها. يقدر يتكلمني واجبها له عادي جدا. اه مفيش اي مشاكل. المهم اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ولو حد عندها اي سؤال كده ولا كده يسن في التعلاقات. نسيت صح الكيس ده الكيس ده اه بتغطي بالشنطة. عشان الامطار والاتربة. يعني انت يعني الساعات بتطلع مسلا في الشتاء واخنا في الشتاء حاليا يعني. طالع مسلا في امطار وفي اتربة مسلا في الجو. فلا انت ممكن تخط اه الكيس ده اهو اغطاه بالكامل. اهو من جنب كده. واعتبر زهر الحت دي بس. بحيس تكون الشنطة مقاومة للطراب والامطار بحيس المعدات ما يحصل لها اي ضرر. زي ما انتم شايفين كده بيحمي. وفي هنا. لا يا بصراحة بالنسبة لسارة محترمة جدا. وانا اللي شجعني ان انا اشتريها كمان ان انا ايه? يعني عرفت انها صناعة مصرية. فيعني دي من اكتر حياتي شجعتني ان انا اشتريها. صناعة مصرية. طبعا اغلب الشنط الاخرى صيني والاخو يعني ما فيش مشاكل مع الصين. بس انا حبيت تشجع صناعة مصر وبالنسبة للسار فاية كويسة. مش بطالة. المهم بكده الفيديو انتهاء اتمنى فيديو اعجبكم. ايه 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 انا مش عارب الكلام بسرعة عليه. اه من ايد من الاول. اه يا لهوي. ايه ده? المهم بكده الفيديو انتهاء اتمنى فيديو يكون اعجبكم. وراح للمدينة سؤال الفضاء في التعليقات. وانتظرونا في الفيديوهات القادمة. سلام.